أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات يسعدنا اليوم أن نقدم حلقة جديدة عن بعض الفنانين الذين لا علاقة لهم لا بالقراءة ومع ذلك يستطيعون أن يحققوا أو حققوا شفرة زائفة ويعتقدون أنهم فنانون حقيقيون يشبه المؤدي زكريا الغفوري إلى حد كبير رواية أو بطل رواية الأبلة للرواء الكبير فيودور دونسوفسكي كما يشبه أحد أبطال فيلم المخدوعون للمخرج توفيق صالح مع عبارته الشهيرة لماذا لم يدق جدار الخزان لماذا لم يدق جدار الخزان لمجموعة من الاعتبارات لمجموعة من الاعتبارات يقول المثل الفرنسي لقد كان يوما صعبا في حياتي مع هذا المغفل منذ تماني سنوات مرد هذا القول أن زكريا الغفوري حصل على 30 مليون من الإشهار جراء القيام بأداء وصلة غنائية لشركة دارنا التي تحايلت على 800 مواطن مغربي تم النصب عليهم صاحب جبت الرمحة لم يسأل الشركة ولم يهمه أمر المواطنين على الإطلاق أهمه الحصول على المال وعلى العاقة صاحب دارنا قلبي كالعادة شاركة في الحلقة السادسة من الموسم الرابع في حلقة مفبركة من الكاميرا الخفية والسيناريو جيد سخيل عن إهامه بمكان فيه الجنون ومسكون وهذا الموقف ينطبق عليه المثل الإنجليزي ينطبق عليه صراحة المثل الإنجليزي وافق على التصوير معنا في الفيلم لكنه لا يعلم عن ماذا يدور الفيلم صاحب باهرة قام بعملية مماثلة حتى استطاع اليوتيوب حدف أغنيته لا أتكبرشان لصاحبها مراد قسراوي وبالسطو عليها في واضحة النهار صاحب زيديني في الموسيقى ولا في المزيكة عليه أن يقرأ جيدا كتاب سلام العربي عن عوالم المغفلين أو بالدرجة الغافليون كلمة جديدة في لغة العربية فقد تعرض صاحب شكامة إلى موجة عارمة من السخرية موجة كبيرة من السخرية ولم ينتبه موجة عارمة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي ولم ينتبه حينما قدم نفسه بطلا وخفض من وزنه وخفض من وزنه من 29 كيلوغرام إلى 79 كيلوغرام للحصول على وزن الريشة ومحققاً رقماً قياسياً يحسب له صاحب لوه لواه وعلى يد صاحب لوه لواه عليه أن يشاهد هذه الأفلام أنصحه أن يشاهد هذه الأفلام فيلم المخدوعون أو المغفلون لتوفيق صالح والفيلم الجزائري المغفل والفيلم الأمريكي المغفلون عن صحفية تكشف وجود شريط قاتل ويلقى حدفه من يشاهد هذا الشريط أنتك تحفيذك والفيلم يعني حسب المقاب يتحدث عن المغفلين وكيف يسقطون في لعبة السذاجة والبلاها الفائقة البلاها هي السذاجة برد البال صاحب ضهرجوج دير خير كبير دير خير كبير أتبرع لتافل الصغير عمره عشر سنين ببتكالة عوض أن يتبرعها ببناء مدرسة أو ببناء سبيطة أو لبناء طريق تبرعها ببتكالة وتصور معاه للحصول على مزيد من شهرة زائفة صاحب حبنا ومحبنا عليه أن يقرأ لسن العرب وماته السنة من مستواه الدراسي ففي باب الغفل يقول ابن منذور الغفل من لا يرجى خيره ومن لا حسب له من الرجال والغفل هي الأرض التي لا تنطر والغفل والغفل رجل رجل بلا فتنة بالداريجة هو البكاية وأخيرا يقول تعالى في كتابه الحكيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلى حلقة مقبلة كان معكم عبد الله السابرة وأسودعكم الله قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لعشان يوتيوب ومشاركوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جمع